في ذقار صيب واحد وخمسون متظاهرا جراء استخدام الرصاص الحي ضدهم فيما يعرف بتقاطع البهو بمدينة الناصرية وقالت مصادر طبية أن الإصابات تختلف من شخص إلى آخر إلا أن معظمها كانت إصابات حرجة وشدد المتظاهرون على أن التظاهرات ستبقى محافظة على سلميتها رغم التصعيد الحاصل مشيرين إلى أن العصيان المدني سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة مع مواصلة الدوائر والمدارس للإضراب العام